يسوع المسيح أعلن أنه هو غافر الخطايا وهو الذي يحرر إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا وأكد هذه الحقيقة رب يسوع بعد القيامة في لوقا 24 أنه يكرز باسمه بمغفرة الخطايا يعني لما بتكرز باسم يسوع أنت عم تكرز بمغفرة الخطايا ثم أحباء شهادة الرسل الأطهار ليسوع غفر في يوم الخمسين قال توب وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع لمغفرة الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس وكمان أمام مجمع السنهادريم في بيت كرنيليوس القائد المئة الروماني مكتوب له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا ثم أحباء بتشوف شهادة الرسول يحنة لأننا إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل بيتكلم عن يسوع حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل إثم بتشوف شهادة الرسول يحنة الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيانا بدمه رؤية 1-5 وأيضا رؤية 7-14 بتشوف شهادة الرسول بولوس في أفسوس في كلوسي الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا اشتركوا في القناة